طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمن أكمل طريق السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلام ما زلنا مستمرين معكم في تغطية الأحداث الهامة على مستوى العالم وتحليلها من منظور أحاديث ونبوآت آخر الزمان لازم تعرف أن التمهيد للأعور ليس وليد يوم وليلة وليس تخطيط عشوائي وأرجو منك أن لا تفهم كلامي هذا من باب المبالغة والتطخيم في معسكر النفاق لا لازم نفهم ولازم نعرف إيه اللي بيحاك لنا في الظلام وللأسف بدأ يظهر للنور بس بدأوا يظهروا لما تأكدوا أن عقول المسلمين أصبحت ممسوحة ولا حول ولا قوة إلا بالله تابع معي هذه الحلقة من أولها لآخرها علشان هقول لك كلام هام جدا زي ما شفت عنوان الحلقة أول حاجة الحرب الحقيقية مش مكانها روسيا الحرب الحقيقية مكانها عند جبل الزهب هنربط النهاردة الأحداث اللي بتحصل دلوقتي بالأحاديث علشان تتأكد اللعبة جاية منين هو في البداية أنشأ نوع من أنواع الآلة الإعلامية الكبيرة اللي نشرت أن فيه حرب كبيرة قادمة حرب عالمية ثالثة وبدأ الحكاية بروسيا وأوكرانيا وكان الهدف كل الهدف أن يلفت نظر العالم لفكرة أن فيه حرب عالمية قادمة على الأبواب وحكاية روسيا وأوكرانيا قدت دورها على أوسع نتاق وبصورة ناجحة جدا فعلا الهدف حققه بنجاح ألا وهو لفت نظر العالم وشعوب العالم أن فيه حرب عالمية ثالثة بدليل أن كل الناس دلوقتي حتى عوامل ناس المش متابعين ما هي إيه نفسهم أن فيه حرب عالمية قادمة وهو ده زي ما بقول لكم كان الهدف السيناريو القادم يتعلق بتركيا تركيا بدأت دلوقتي أن هي بيغروها أو بيستدرجوها بتعبير أدق لدخول أرض سوريا طبعا لازم تعرف أن سوريا دلوقتي زي ما فيها ناس مجاهدين وناس كويسين جدا بس فيها عملاء وفيها خوانة ملعب كبير دايما بقول أن سوريا الآن ملعب كبير جدا وهذا ما أخبر عنه الرسول أن أرض سوريا هتبقى أرض ملاحم وأرض حروب وأرض نزاعات ولن تستقر إلا بظهور الإمام المهدي حتى محاولات السوفياني لتوحيد هذه الأرض هتبقى محاولات يعني حق يرد به باطل اللي بيحصل الآن استدراج تركيا عشان تخش سوريا وبمجرد أن تدخل فكروا كلامي ده وسجلوه علشان تعرفوا إزاي الحرب العالمية الثالثة هتنتقل بقدرة قادر لإيه لجبل الزهب استدراج تركيا لدخول هذه الحرب اللي ضرب عصفورين بحجر زي ما بيقولوا عندنا في مصر أول حاجة إنشاء وإيجاد زريعة للعالم الغربي وأمريكا أن هم يخشوا تركيا ويحتلوها وهيقلبوا عليها ولازم أعرفكم إن الكاتالوج بتاعهم ده قديم كاتالوج زي ما عملوا بالضبط مع أمريك مع العرق والكويت وأغروا صدام إن هو يغزو الكويت وكان ليلة قرار غزو الكويت صدام جالس مع السفير الأمريكي وقال له إحنا هنغزو قال له يعني لا بأس إن لم يتعارض ذلك مع مصالح أمريكا وأول ما دخل كله هجم عليه وتكالبوا عليه وطلعوا إن هو محتل ومعتدي نفس اللعبة هيتم إجراءها مع تركيا ومع أردغان عايزين يغروه يستفزوه يستدرجوه سميها زي ما تسميها لعشان يخش أرض سوريا وأول ما يخش أول حاجة أنت معتدي هيدربوه وهيخشه تركيا طبعا الكلام ده كلام متفق عليه مسبقا وأنا مش عايز أن أنا أطول عليكم لأن السيناريو ده يعني في هذه الجزئية مش عايز أطول عليكم لأن السيناريو ده وات معروف لأي حد عنده يعني قليل من التحليل والإسقاط الأدلة الشرعية تركيا مستهدفة لازم تركيا في دول دلوقتي مستهدفة إيران مستهدفة وتركيا مستهدفة وبفكرك أن النظام العالمي الموحد بقيادة الأعور ما بيعرفش إلا شعار واحد أن تؤمن بالدجال إله غير كده ما بيميسه ما بين تركيا الأردوغانيا قدها أو إيران الشيعية ما عندوش أي تمييز ده عايز يضرب كل الناس دي في بعضها علشان خاطر نظام عالمي موحد لا يقبل القسمة على سنين يبقى الهدف الأول أن هما يخشوا تركيا ويحتلوها والهدف الثاني أن هما عملين حسابهم أن جبل الزهب ممكن يظهر في العراق وممكن يظهر في تركيا وممكن يظهر في سوريا كل دي المصبات وفتكر ما أنا قلت لك أو نهر الفرات بيعني إيه؟ بيشترك مع هذه الدول الثلاثة مع اعتقادي وقناعاتي أن جبل الزهب هيظهر في العراق اعتقادي واكتهادي وبحثي أن جبل الزهب هيظهر في العراق ولكن لا بأس برضو أنه هما يضربوا عصفورين بحجر زي ما بمنقول عندنا في مصر يخش يحتل تركيا وفي نفس الوقت يبقى مأمن على احتمال ظهور جبل الزهب هناك فالأمور هتتقلب على فجأة من الحرب الوهمية اللي موجودة دلوقتي روسيا وأوكرانيا أنا عندي تصريح لقائد أمريكي سابق بيقول إن روسيا قادرة تمحو أوكرانيا في يوم طب لماذا لا تفعل بدأت أقتنع إن دي التمثيلية كبيرة جدا جدا وتمهيد للحرب الحقيقية التي لن تبقي ولا تظر من هذا المنطلق عايز أقول لكم على المفاجأة كما في عنوان الحلقة العملة المعدنية بتاعة الدجال موجودة من سنة 2009 وطبعينها ومهيئين الأمور لاستقبال الأعور زي ما بتظهر أصادنا هذه العملة وأنا هحاول إن أنا أحللها ليك علشان تفهم أول حاجة بأكد لك إن هي العملة دي معمولة من 2009 يعني كل حاجة مهيئة حتى العملة اللي هيتم التعامل بيها في النظام العالمي الجديد الموحد ولذلك بقول لك انشر هذه الحلقة على أوسع نطاق على كل المنصات عايزين الناس تفهم هو ده هدفنا طبعا هذه العملة زي ما قلت لكم من سنة 2009 تعالوا نقرب شوية الكاميرا ونكبر الصورة إيه اللي بيظهر في العملة طبعا العملة الواجه الأول من العملة بيظهر فيه الدول المقسمة وكل دولة ليها رقم يعني إما جا كبر كده ألاقي إيه ألاقي إن كل دولة ليها رقم العراق والشام رقم واحد والخليج رقم خمسة خمسة أسف ورمز الوحش اللي هو الدجال اللي هو ثلاث ستات في أسفل العملة زي ما بيظهر وصدنا ليه لإن التقسيمات اللي حصلت في دول الخليج والدول العربية يا جماعة دي تمهيدات من سنين السنين علشان خاطر يقربوا يوصلوا للنقطة الحاسمة وإن شاء الله ربنا يعني مش هينولها لهم بإذن الله تعالوا نشوف الشكل والواجه التاني من العملة بس الأول نشوف الرقم أربعة الرقم أربعة دوت في الخريطة بتظهر فيه روسيا وأوكرانيا عرفت القصة إيه ورقم خمسة موجود فيها الخليج العربي وإيران ودي أرقام مش أرقام عشوائية كل بؤر الصراع موجودة على هذه العملة طيب إيه كمان من الواجه الآخر الواجه الآخر للعملة هرم الماسونية وأنا يعني هحاول أننا نقبر هالصورة عشان تظهر وصدق هرم الماسونية الواضح وإيه كمان موجود وفيه أعلى عين واحدة أنت طبعا عارف هي عين كل الكلام ده على المكشوف العملة دي موجودة ومضروبة من 2009 كل حاجة جاهزة لاستقبال الأعور كل حاجة جاهزة ولذلك ما تستغربش أن كل الصراعات دي في ناس نايمة وفي ناس بتقول كل اللي بيحصل ده من قبيل الصدفة أوعى أوعى تنكر عليهم ولكن افهم أنه هم مغسولين دماغيا متربيين على على أفكار التغييب متربيين في أحضان التغريب الفكري افهم الكلام ده جيدا فلذلك هؤلاء يعني بأسباب الأرض ما يقوس منهم أنهم يفهموا إلا إذا حدثت معجزة وده اللي احنا بنسمي توفيق الهداية أن ربنا يعني ينزل عليهم الفهم والبصيرة والضلمة اللمبة اللي محروقة عندهم تنور اللي هي نور البصيرة هو ده الموضوع يعني مش عايزين ان احنا نطيل عليكم أيها الأحباب انتظرونا بإذن الله بعد قليل بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم ونسأل الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة